بسم الله الرحمن الرحيم أحببت أن أتوقف مع هذه الآية الكريمة لعلاج كل شيء لا تستغرب أخي الحبيب فالقرآن كل آية فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله وبعد تدبرنا وتأملنا لهذه الآية الكريمة سوف تدرك مصداقة ما أقول ما سر مشاكلنا اليوم ما سبب عدم سعادتنا عدم رضانا بالواقع ما سبب المخاوف التي نتعرض لها ما سبب الضائقة أحيانا مادية أحيانا نفسية أحيانا اجتماعية مشاكل في البيت مشاكل في الشارع ليس هناك سعادة للأسف الشديد طيب ما هو السر هل سألت نفسك هل تتوقع أن آية واحدة إذا طبقتها تغير حياتك بالكامل انظر أخي الحبيب مشكلتنا قبل أن أتلو هذه الآية فقط أريد أن أمهد قليلا لكي نستوعب ما نقول مشكلتنا الرئيسية أننا تعلقنا بالأسباب المادية تعلقنا بالدنيا الإعلام غير المفاهيم الصحيحة القرآن يربطك بالله لحل مشاكلك يعني يجب أن تكون علاقتك مع الله وتدرك أن الله بيده كل شيء وأن الله يسير الكون وأنه لا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء إلا بإذن من الله عز وجل وأنه لا يموت إنسان ولا يرزق إنسان إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كل شيء بيد الخالق سبحانه وتعالى هذه العقيدة فقدناها لماذا؟ بسبب الأفلام والمسلسلات والواقع الذي نعيشه معظم الأحداث من حولنا معظم المعلومات التي نتلقها تبعدنا عن هذه الحقيقة لذلك القرآن يرجعنا إلى الحقيقة الأصلية القرآن يقول لك تخيل فقط أنا أريدك أخي الحبيب الآن لتفهم هذه الآية تخيل أن الله يخاطبك إذا لم تفعل ذلك لن تتذوق لذة هذا الكلام الإلهي لأن هذا القرآن موجه لنا لي ولك وللناس جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا القرآن بدأ ببسم الله وانتهى بكلمة الناس آخر آية فيه من الجنة والناس هو أول آية بسم الله الرحمن الرحيم فهو رسالة من الله إلى الناس إذن الخطاب موجه لك مباشرة تخيل الآن يعني استحضر عظمة القرآن تخيل أن الله عز وجل قريب منك يحبك إله يريد لك الخير وإلا لما خلقك هو خلقك أوجدك في هذه الدنيا لأنه يحبك لأنه يريد لك الخير يريد لك السعادة والطمأنينة في الدنيا ويريد أن يكافئك بجنة عرضها السماوات والأرض يجب أن تتخيل أن الله عز وجل يريد لك ذلك لا تتخيل أن الله بعيد عنك ويهملك ولا يراك ولا يسمعك وأنت ليس لك قيمة في هذا لا لا أنت مكرم ولقد كرمنا بني آدم أنت من بني آدم حتى مهما كنت عاصيا مذنبا مسرفا على نفسك أنت مقصود بهذه الآية إذن استحضر معي عظمة الله سبحانه وتعالى وتخيل أن الله يخاطبك مباشرة ويقول لك ومن يسلم وجهه لمن إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله الوجه ماذا يوجد فيه يوجد السمع والبصر والكلام والوجه حقا الإنسان هو وجه بالنتجة نحن نعرف البشر من وجوههم وليس من لباسهم ومن يسلم وجهه إلى الله طيب ما الذي سيحدث إذا أسلمت وجهه إلى الله قبل ذلك ما معنى أن أسلم وجهه إلى الله كيف أسلم وجهه إلى الله لا أسمع إلا ما يحبه الله ولا أرى إلا ما يحبه الله ولا أنطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا أسمع أي شيء يغضب الله أبتعد عنه وأبتعد عن أي منظر لا يرضي الله عز وجل وإذا أردت أن أتكلم لا أتكلم إلا كلاما يرضي الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح طيب ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني أنت الآن أسلمت وجهك المشاكل في دماغك ما هو الوجه؟ يعني الدماغ موجود في الرأس والدماغ والذي كما نعلم يعطي الأوامر فالمشاكل التي استعصت عليك سلمها لله الحسابات التي تتعبك وترهقك سلمها لله من أساء الظن بك سلمه لله من يسبب لك مشكلة ولا تستطيع علاجها سواء في البيت أو خارج البيت هذه المشكلة سلمها لله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله يعني تسلم حياتك وشأنك وهمومك ومشاكلك وضيق الرزق وضيق العيش وأذى فلان والخوف من فلان والخوف من المستقبل والخوف على الأولاد والخوف على كل هذه المخاوف ضعها بين يدي الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن بشرط أن تكون محسنا لا تذهب وتأكل أموال الناس وتريد أن تقول إنني أسلم وجهه إلى الله أنت كاذب لا تذهب وتؤذي جارك وتؤذي الآخرين بكلمة وتؤذي ابنك أو تؤذي زوجتك أو تؤذي أي إنسان حتى لو كان ملحدا الأذى محرم في الإسلام حتى للملحد أو الكافر لا يجوز أن تؤذي أحدا تؤذي الناس بالكلام أو بالسلوك أو بالتصرفات أو بأكل أموالهم أو تأكل الربا ثم تقول أنا سأسلم وجهي لله أنت لن تستفيد الشيء ولن تستطيع أن تسلم وجهك لله عز وجل إلا إذا كنت محسنا الإحسان أيها الأحبة درجة عالية لماذا لم يقل هنا وهو مؤمن لأن الإيمان يعني كثير من الناس يؤمنون ولكن قد لا يصل إلى درجة الإحسان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وتؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قد لا تصل إلى درجة الإحسان هذه الدرجة لا تصل لها إلا عندما يأتي شخص ويسيء لك ويأكل حقك ويسرقك مثلا أو يبهتك أو يتكلم عليك بسوء أو يغتابك أو يأكل مالك أو إلى آخره ثم تسامحه ابتغاء وجلة وتعفو عنه ابتغاء وجلة بل وتكرمه وتعطيه ابتغاء وجلة طيب من يستطيع أن يحقق هذه المعادلة؟ هذه المعادلة حققها حبيبكم عليه الصلاة والسلام حقق هذه المعادلة كفار مكة أكثر من أساءل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما وقف منتصرا يوما فتح مكة تذكرون هذا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم هذه القوة أيها الأحبة القوة أن تعفع من أساء لك ليس أن تنتقم منه لذلك هنا الله عز وجل يريدك أن تتبع سبل الإحسان يعني ما هي الأعمال التي تجعلني من المحسنين بر الوالدين من الإحسان العطاء من الإحسان الصدق من الإحسان حسن الخلق من الإحسان الصبر على أذى الناس من الإحسان من أعلى أنواع الإحسان الصبر الإحسان درجات الصبر في قمة لذلك إن الله مع الصابرين إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أنبياء الله كلهم صبروا صبروا على أذى الناس في سبيل إيصال الدعوة لمن؟ لهؤلاء الكفار لذلك هنا عندما تصل لدرجة الإحسان تستطيع أن تسلم وجهك لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني تشبيه عظيم جدا لنا رائع جدا عروة وثقى لا تنفلت لا تنقطع يعني أنت وجدت سببا للاتصال بالله سبحانه وتعالى اليوم أحبتي في الله إذا أردت أن تتصل بشخص كبير كبير في الدنيا غني بسؤول إلى آخرين واستطعت أن تكلمه لدقائق تشعر بنشوة تقول أنا كنت مع فلان تواصلت مع فلان كلمني فلان طيب هنا الله يريدك أن تتواصل معه هو الذي يطلب منك سبحان الله أنظر معي إلى قمة الرحمة قمة الرأفة بك أيها الإنسان على رغم من أخطائك وذنوبك وهمومك وعلى رغم من إساءتك في حق إلا أن الله يناديك ويقول لك ومن يسلم وجهه كل شيء أسلمه لله إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة لماذا الله يطلب منك أن تسلمه وجهك تسلمه همومك لأن كل شيء سيعود لله وإلى الله عاقبة الأمور هكذا ختمت الآية الكريمة هذه الآية من سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور لذلك أخي الحبيب آية عبارة عن كلمات قليلة ولكن من يستطيع أن يطبق هذا المعنى من يستطيع أن يسلم وجهه لله وهو في حالة الإحسان والعطاء ليوم معظمنا يحرص على الدنيا إذا فاته شيء من الدنيا يحزن ويكتئب ويمكن أن يفعل المشاكل وأنظر إلى قاعات المحاكم مليئة بالناس هكذا سبحان الله عندما تسلم كل مشاكلك لله تصل إلى درجة التوكل على الله ما معنى التوكل أن تسلم كل شيء لله وتريح دماغك يعني الله يريدك أن تفعل ذلك الله يدلك على الطريق الصحيح على الرغم من ذلك سبحان الله نجد كثيرا من الناس يترك الله ويبتعد عن الله وينسى الله وتتكالب عليه الدنيا للأسف تتكالب عليه الهموم يستحوذ عليه الشيطان أخي الحبيب إما أن تسلم وجهك لله عز وجل وأنت محسن وكما قلنا أن تسلم أمرك وشأنك وحياتك وهمومك وكل شيء تسلمه لله أو سيستحوذ عليك الشيطان لا يوجد حل ثالث إما أن تكون مع الله فإذا نسيت الله نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ماذا يحصل لهم استحوذ عليهم الشيطان أنساهم ذكر الله النسيان أخي الحبيب احذر من النسيان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون يائسون ولا يهدو بالله إبليس سمي إبليس لأنه يائس ورحمت الله إذن أخي الحبيب رجاء هذه الآية البسيطة احفظها لأن أنا لماذا أركز أركز على حفظ الآية لتستحضرها باستمرار لأن مجرد القراءة لا تكفي يجب أن تحفظها في رأسك هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم تحفظ هذه الآية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن سبع كلمات فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور خمسة عشر كلمة يعني ليست معقدة لا تحتاج إلى مجلدات لا هي سطر أو سطر ونصف ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور يجب أن تتذكر أنك ستعود إلى الله والله أخي الحبيب انظر لماذا أنا قلت لكم إن هذه الآية حل جميع المشاكل إذا أيقنت فقط بهذه الكلمات التي ختم الله بها هذه الآية وإلى الله عاقبة الأمور إذا أيقنت أن كل شيء سيعود لله لن تحزن على الشيء ولن تحمل هم أي شيء مهما حتى لو يعني حتى لو انهار كل شيء من حولك أنت مع الله وتعلم أن كل الناس سيعودون إلى الله هذه الأرض ستدمر وتفنى هي ومن عليها كل من عليها فان ولن يبقى إلا الله عز وجل فإذا لماذا تحزن ولماذا تنشغل ولماذا تتسرع أنت في أي لحظة يمكن أن تموت في أي لحظة ستقف وتجد نفسك في مواجهة مصيرك في مواجهة كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في أي لحظة ستجد الملائكة جاءت رسل الله يأتون لي في لحظة الموت فإذا هل أنت مستعد لاستقبال رسل الله مستعد لاستقبال ملك الموت هذا الذي يجب أن تفكر به فإذا أيقنت أنه بالفعل وإلى الله عاقبة الأمور إذن أنا لماذا أحملهم لماذا أحب أن أنتقم من فلان لماذا إذا فلان أكل في النتجة سأترك كل شيء فلان آذاني سأترك كل شيء وسأتحول إلى تراب ولكن النفس إما أن تصعد إلى الله عز وجل يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وإما أن تعذب في الدنيا في البرزخ وتعذب في الآخرة ولا ياذب الله لا أنا أكون من الصنف الأول أسلم وجهي لله وأستيقن أن كل شيء بيد الله وأستيقن أن عاقبة الأمور لله كل شيء سيرجى لله كلنا سنعود إلى الله كلنا سنقف أمام الله من أكل مني ذرة سيحاسب أمام الله وسأخذ حقي من أساء لي بكلمة سأخذ حقي أمام الله من آذاني بحرف أو بنظرة الله لن ذرة ذرة القياس هو بالذرة يوم القيامة والوزن يوم إذن الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى إذن عندما تصل إلى هذه العقيدة اليقينية الراسخة ترتاح تجد أن كل مشاغلك ومشاكلك أصبحت ضئيلة جدا تستصغر أكبر مشكلة مهما كان حجمها لذلك أخي الحبيب سأختم بالآية الكريمة أرجو أن تحفظها وتستحضرها كلما أصابك هم أو مشكلة أو تعرضت لأذى أو تعرضت لخوف أو لوهم أو تعرضت لخوف من المستقبل أو خوف من ضائقة مادية أو تعرضت لأي شيء تذكر هذه الآية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عقبة الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق هذه الآية وأن يعيننا على أن نسلم وجوهنا وأمورنا وشأننا ومشاكلنا أن نضعها كلها بين يدي الله سبحانه وتعالى هو يفعل ما يشاء والله على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته